سيطر الجيش السوري اليوم بالكامل على بلدة حندرات ودفع الجيش الجماعات المسلحة من جبهة النصرى وأحرار الشام جنوبا إلى منطقة السكن الشبابي المطلة على منطقة هنانو يأتي ذلك فيما دارت اشتباكات في محيط حي التضامن بدمشق من حندرات إلى تلة المضافة شرق البلدة تقدم الجيش السوري على جبهات ريف حلب الشمالي لينهي معركة أطلقتها الجماعات المسلحة باسم معركة تحرير حندرات استعادة الجيش السوري ولجان الدفاع المحلية لتلة المضافة كاملة إضافة إلى مزرعة الحلب مكنته من إجبار المسلحين على التراجع إلى السكن الشبابي جنوب حندرات ووضعت لجان الدفاع المحلية على بعد خطوات من مخيم حندرات بوابة الريف الشمالي نحو أحياء حلب الشرقية ليفرض مجددا حصارا على مخيم حندرات من جهاته الثلاث أهمية تلة المضافة أنها تتحكم بمخيم حندرات ناريا كما تشرف على خطوط إمداد الجيش إلى البلدة موقع حندرات الاستراتيجي يوصل الجيش السوري ولجان الدفاع المحلية إلى مزارع الملاح وطريق الكستلو غربا ما يعني بقاء تطويق الأحياء الشرقية لحلب قائما كما توفر البلدة طريقا آمنا للجيش ولجان الدفاع المحلية إلى الريف الشمالي من بوابة سفات وصولا إلى بلدة باشكوي ودوير الزيتون ومنها إلى نبالي والزهراء في الريف الشمالي لحلب إلى ذلك دارت اشتباكات في محيط حي التضامن بدمشق في وقت طال قصف قريتي الدمينة والشيخ عبدالله بريف حماه وبناش وخان شيخون بريف إدلب كما طال قصف جوي حي جوبر ومدينة الزبداني بريف دمشق بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة الشرقية من مدينة المعظمية